اشواي? تود. تود. وين نحطها? يلا يا بطل عسري. يلا اشواي? جبار. اشواي? هاي 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 هاي. اشوا اسمها? سمك. سمكي. يلا. حط مع اسمها. مع السريق. اشواي? نزر. نزر. وين نحطه? مطال. هذا اشوا? رمان. رمان. وين نحطه? فواتي. فواتي. يلا. هاي اشواي? كيوي. كيوي. وين نحطه? وين نحطه? يلا. مع سواقي. هاي شو? سمك السردين. سمك السردين. وين نحطه? ها? وين نحطه يا بطل? بطل. هاي شو? يلا هاي شو? بطل. بطل. وين نحطه? مع? بطل. يلا. هدا شو? طاوز. طاوز. وين نحطه? مع? طيوز. بطل. يلا. هاي شو? اشو اسمهاي? دجاج. دجاج. وين نحطه? طيوز. يلا بطل. هدا شو? اشو اسمهاي? حود. حود. وين نحطه? وين نحط الحود? بطل عبودين. هدا شو? عينب. عينب. وين نحطه? سواقي. بطل الشاطر. طيب هدا شو? مجاس. مجاس. وين نحطه? مع? يلا نحطه. وين? بطل. يلا. هدا شو يا حلو? دلفين. دلفين. وين نحطه? يلا وين نحطه الدلفين? مع? بطل شاطر. يلا. هدا شو? حمام. حمام. مع? طيور. طيور بطل. طيب هاد? كرز. كرز. وين نحطه? مع? بطل. طيب هاد? شو هاد? عشو مواجه يا حلو? سقر. سقر. وين نحطه? مع? سقر. وين نحط السقر? طيور. طيور. بطل. محب التسفيط على جبار. هدا شو? عسفور. عسفور. وين نحطه? مع? طيور. طيور. بطل. هدا شو? قادر. وين نحط لها فوق قادر? بطل. بطل. شاطر يلا. هدا شو? ببغاء. ببغاء. يلا. وين نحطه? مع? مع مين? وين حطينا الببغاء? مع? حطينا الببغاء مع? طيور. طيور. اشو هاد? موز. موز. وين نحط الموس? فواكه. فواكه. بطل. هدا شو? دي. دي. وين نحطه? مع الطيور. مع الطيور بطل. هدا شو? طائل. هدا شو? وزي. وزي. مع? نحطه مع? طيور. بطل. عطيني يا بوسي يا شاهد. موز. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم اخوتي اخواتي اهل اطفال التوحد? اتمنى من الله ان تكونوا اطفالكم بافضل حال وتحسن مستمر ان شاء الله. اليوم سنكمل ما بدأناه معكم في مقطع فيديو سابق. وسوف اضع لكم رابطه اسفل هذا الفيديو. وهو متعلق بعملية التصنيف. حيث شاهدنا كيف استطاع طفلي عبد جبار بفضل الله سبحانه وتعالى ان يستطيع التصنيف بين انواع الخضار والحشرات والحيوانات. اه لا تنسوا ساضع لكم رابطه اسفل هذا الفيديو لمن فاته مشاهدة اه هذا الفيديو. والان قد شاهدتم كيف استطاع طفلي عبد جبار التصنيف بين انواع الاسماك وانواع الطيور وانواع الفواقع. كل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم التدريب الصحيح. طريقة التدريب الصحيحة لها يعني اهمية كبيرة جدا جدا في ايصال المعلومي بالشكل الصحيح الى الطفل لكي لا يستطيع نسيان هذا الشيء لكي دائما يضعه في زاكيرته ولا ينساه. اما اذا قمنا بتدريب الطفل بشكل عشوائي وبشكل يعني غير مفهوم اليه وباسلوب خاطئ لا يعتمد على الفهم. حتى لو قام طفل التوحد بحفظ هذه المعلومات سينساها بعد فترة بسيطة. ايضا الاستمراري بالتدريب مع الطفل له اهمية كبيرة جدا في تعليم طفل التوحد وتنمية مهارات هذا الطفل. يعني ما معقول انا اجي اه قلوا لعب جبار هاي الاسماك وليكن حفظها يا عب جبار هاي السمكي هذا الحوت هذا الدلفين هذا مسلا سمك السردين وانواع اخرى من الاسماك على سبيل المثال. واقف عند هذا الحد. هذا الشيء خاطئ. اه لكي لا يستطيع عب جبار او لكي لا يستطيع ينسى عب جبار هذه المعلومات يعني اقوم دائما بالاستمرار معه في تنمية هذه الاسماك. يعني على سبيل المثال سمك السردين. اه كنت اتي له بعلب السردين من الدكان. واقول له يا عب جبار هذا سمك السردين من عمل فيه من صنع في السردين. اطور له هذه المعلومات بشكل مستمر. ايضا هذا الحوت اتي له بكرت كبير للحوت وبعض المعلومات الاخرى عن الحوت. واقول له هذا الحوت اه حجمه كبير. وبيأكل اسماك وبيتغزع الاسماك يعني اه بشكل واسلوب يعني جيد جدا ومقرب الى مخيلة الطفل. لكي لا ينسى عب جبار هذا الشيء. ايضا بالنسبة للدلفين على سبيل المثال. اه يعني اقوم بسرد بعض المواصفات اه عن الدلفين. هذا الدلفين دلفين اليف اه اعلمه اه لعب جبار يعني ما معنى كلمة اليف اه بيسبح مع اه الناس يعني اقوم بسرد بعض المعلومات عن الدلفين يا طفل عب جبار كما قلت لكم التبع الاسلوب يعني الصحيح معه لكي لا ينسى عب جبار هذه المعلومات. ايضا كنت استخدم نفس الشيء بالنسبة للفواكه. يعني الفواكه نعمل فيها العصير البرتقال اه الليمون التوت اه جميع انواع الفواكه شو منمل فيها كزا اشرح له بشكل بسيط. اه ايضا بالنسبة الى انواع اه الطيور على سبيل البطة على سبيل الوزي الطاوس ريشو جميل كنت دائما يعني اقوم اه بالاستمرار معه في العمل على هذا المنوال واقوم دائما بتنمية مهارات اه عب جبار يعني على سبيل المثال الديك لما نعلمنا اه الديك هذا الديك يا عب جبار بعد ما حفظ انه هذا الديك انا يعني مشاني ما ينسى هذا الشيء. شو صوت الديك يا عب جبار? صار لازم يعرف ايقلت صوت الديك. اه ايضا مثل الدجاجي او مثلا على سبيل المثال الطاوس ريشو جميل بفرد ريشو. يعني بشكل جميل ريشو ملون. ايضا دخلنا بموضوع الالوان. يعني هذا كله تنمية مهارات عند الطفل. اه نستفيد منه كثيرا. يعني بنفس الوقت ننمي مهارة الطفل. والشيء الاهم انه لا ينسى الشيء الذي اه 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 اخذه في السابق. يعني المعلومات التي اخذها في السابق لا ينسى. هذا الشيء مهم جدا جدا. اه يجب ان ننتبه عليه كاهالي لطفل التوحد. يعني اتمنى منكم كاهل لطفل مصاب بالطراب طيف التوحد ان تركزوا على هذه المعلومات جيدا بالاضافة الى المعلومات التي ذكرتها في فيديو الرقم واحد التصنيف لكي طبعا لا اطيل عليكم. يعني لو جمعنا بين المعلومات اه في المقطعين لوصلنا الى يعني طريقة التدريب صحيحة للطفل. اه تكون نتائجها جيد جدا ورائع جدا كما شاهدتم في مقطع الفيديو. حقيقة معظم الاهالي والكثير من الاهالي يتمنون ان يصلوا باطفالهم الى هذه المراحل. يعني لان هناك حقيقة اطفال كثيرين يعني اوضاعهم اه صعب قليلا. نتيجة الاهمال في التدريب نتيجة التقصير ربما نوعا ما. لكن يجب علينا دائما ان نكون مجتهدين اه مع اطفالنا لكي نوصلهم الى بر الامان. لا اريد ان اطلع عليكم اكثر احبتي. شاهدوا الفيديو الاول والفيديو الثاني واجمعوا بين المعلومات وحاولوا التنفيذ مع اطفالكم وبإذن الله كما قلت لكم سوف تصلون الى نتائج رائعة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.